السلام عليكم كيف حالكم عساكم الخير معكم حسان في الفيديو خلونا نتكلم عن عشرين صورات جديدة للعبة فان فانتسيف الريميك ونتكلم عن تفاصيلها اشي اللي ممكن يصير حنشوف مع بعض سولدر فرست كلاس موسيقى انا حبدا بالصور القديم علشان مكتوب عليها بالانجليزي هنا يقول لك منطقة المضارب الخيارات فيه اللي انا اسميت هو احتمال يكون يعني شي محتمل انه في عندك خيارين يعني يكون اكشن مثلا رجي بي يكون تبادل ادوار انك تضرب وترجع السنة يضرب ويرجع وزي كذا انا ملاحظ انه في البداية يعني الاتش بي حقهم الهيلث بوينت مرتفع مرة هذا شي ما يكون الا بعد ما تخلص فهم ما شاء الله عليهم يعني عجلوا لك اياها كونها لعبة كاملة من البداية في مدينة ميدكارد هو مو حرق بس يعني انت ما تعرف التفاصيل الموجود فيه شخصيات جديدة ظهرت الصورة الثانية جي سي تعطي كلاود ميتيريا والميتيريا هذه يعني تعبية وتقوية للليفل هتكون مهمة يعني فيه فاير وفيه كيور فيه بليزرد فيه ثندر وغيره من الاسلحة يعني والمهارات والماجيك طيب هنا كلاود ما شاء الله تفاصيل وجهه حلوة سيبوكم من ذا التفاصيل حلوة في شكل كلاود انه ما هو معدني زي اول خففه وصغر وجهه خلوه يعني شوية باني ما شاء الله يعني بردان هنا لخة اوكي تيفا هاي تيفا نحن يتكلم عنك بعدنا اذا افتكرناك طيب وهنا القطار ما شاء الله يعني ما هي متكررة الشخصيات هذا بيتج لا هذا بيكز وهذا ويتج اوكي هذو ناس عادية ما شاء الله يعني لو انا عن نفسي اتوقع انه شايلين بعض الماب علشان يقدروا يحطوا هنا اشياء كثيرة لانه السوني فايف او فور ما ادري هذو يستحمل ذا الشي ولا بس ما شاء الله عندهم يعني حركة مميزة انهم حطوا ناس كثير في الورجينال ما يكونوا كثيرين زي كذا ايرث هاي ايه اه اه زي ما شاهدين كيور بشن غايا وورث فيعداد هنا عندك يقول لك طبعا استخدام لفترة محددة بس هذه ما ادري زي فاسس كيندوم هارتس انها اذا خلص يتجدد ولا لازم حضرتك تروح لإعدادات في القائمة المينيو وتعبيها اسمها ايرث او رييميدي ما ادري عنها عموما حنا يعرف اسمها يكون كيف فتضغط ارتو او التو يبدل لك الشخصيات اي تي بي وعندك هنا الليمت اللي هو الضربة القاضية وهي سوتها توقع فاليمت عندها مرتفع طيب هنا اللي هو تكتيكل مود يعني انه كده يجي سلو موشن على اساس انه ممكن اخر الوقت وتبدأ تفكر تضرب مين فيهم او مين هيضربك يعني شي طيب اوكي بيرت بيرت وما ادرك ما بيرت هاي الشخصية مميز صراحة و يعني لسه ما تكلمت عنها بس العشاق فان فانسي اكس في فهذا زي غلاديوس كذا سريع الغضب قليل الصبر اوكي بيرت يعني متهور تقريبا حق مشاكل من الاخر بس ما هو بوديكارد هذا يعني يده في الراحة اذا تكلموا عنها يكون خير طيب وهنا الحب تيفا على اساس انه خشوا 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 في معارك في ناس جاسين يكسروا في القزاز ويهجموا علينا يا لبة هلا والله قاعدين تكلمانك جي دي ثاني طيب اوكي طبعا كل سلاح سلاحي اختلف و ايا ان كان اه هنا بداية اللعبة كلها هنا بعد اش اوكي اه لمت بريك بيلدنج شنرا بيلدنج وهنا كمان شنرا بيلدنج يعني ما شاء الله التفاصيل اقسم بالله لو كان هذا على ارض الواقع بقول هذا مول حضرته ولا افخم من مول وحطين لد على الدرجة وهذا السلم الكهربائي ايا كان اسمه يعني فخامة فخامة مو طبيعية صراحة يعني متعوب على البناء والتصميم يا الله يعني اللي شوف من بعيد يعني لو تخفي كلاود تقول فين دا المكان حيقول لك والله في اليابان حيقولك لا كده بعد في لعبة سوني طيب وهنا ضد دا الاب له بعد خلينا نسكت بس عشان ما نحرق اوكي وهنا عندك في الحارة في الشوارع اه هنا في كزنو او مالهى مدريش اسمه وانت كلاود كده ماشي فجأة تحصل ايريث قدامك و ما شاء الله اوكي انا نضارب ضد الفقي طيب اوكي هنا الصورة للشخصيات بكامل تفاصيلها اوكي بس عرضوا لنا شخصيتين طيب دا حين هننتقل الى الصورة الجديدة هذي كلها تخمين بس كده عني تصبيره اوكي عندنا هنا اول صورة جديدة لتيفا في سلو موشن او تكتيك المود انك بالتكتيك وكذا شايف انا كلاود الكمبيوتر قاعدة لعب وتلعب بتيفا وعندك هنا بالانجليزي الكماندز ابيليتي ماجيك ايتم ونفس الشي ما تغير حاجة اتوقع انهم ثبتوا على الشكل القائمة حقت اعدادك او دمك يعني اللي هو هنا بيريتشاد حيلو اوه الصورة حقته طلعت الصورة طلعت هذي جديدة او لا لا ما ادري طيب عندك كل شخصية تختلف زي ما ذكرنا و في ناس تعاني صراحة من انك لما تيجي تضرب حاجة تطلع شرارات كثيرة في ناس تنزعج من داشتشي بس وصراحة شي حلو يعني يوريك انه او انضرب او يعني تأثر اتدمج زي كده فهذه يعني مهارة ما ادري واحدة من مهارات كلاود المعروفة فورسيد ما ادري فوكسيد ثورست ما ادري هنا يقول لك اذا انت انجلت جلد يعني تطلب من خويك الدعم او انه تبدل الشخصية وتدافع عن نفسك وترجع تلعب نفس الشخصية هذه اللي انجلدت هلا والله هاا ديم يش هذا يا تيفا عذبتي امنا والله سكيب سكيب ما شاء الله تفاصيل جامدة والله شرارات تحس انه الجزمة حقتها زي جزمة كونن على طول تطلع شرارة حلو يا بيريت حلو مهارة جيدة ومميزة هذا الليمت بريك حقه من على ما اعتقد ممكن وممكن لا ما ادري والله الاضاحة خاصة الجدار لو كانت الليب على الكمبيوتر وانت عندك رتيكس بتشوف ايش عكس الالوان او عكس يعني الصور في الاماكن المرئية اللي تكون زي المراية زي الموية زي الشال اللي تلمع اللي تعكس يعني فبتشوف نفسك حوالي كثير اتوقع انه هاد الليبه مبديا من بدل تدعم الارتكس اذا نزلت على الكمبيوتر او اذا كان بلاي ساشن فايف عنده بطاقات رسومية يعني فيها تقنية الريل تريسنج مدري ايا كان اسم التقنية حقت الارتكس انها تعكس الالوان اذا كانت موجودة في البلاي ساشن فايف او في اللعبة نفسها فبيكون شي جامد يعني مرة وعندنا هنا القائمة حق المينيو ماي مينيو مدري اش اسم هذين تغير فيها الشخصيات وتغير فيها المهارات والليفل ترفعه فين عندنا اتاك اتاك ماجيك اتاك ماجيك ديفينس او درع ويعني واللي هو وقديش تقدر تسمل بس اا تغدى فيه قبل لا يتعشى فيك او بيبي ميندل ايش دا ثاندر هذي استخدمت ماجيك ولا هذا الشي اللي اسمه تمبيست طيب هنا فين هذا اي قطاع ذا اا القطاع هذي ذكين هنا بعد ما نخلص من الغبيض دون اوكي ايه نفس الشي في المجاري بعد ما نعدي الدون الدون مين يطلع بنت خالة واحد صاحبة ولد خالة عم جارتنا كان ساكن عندنا ونقل بس فين راح ماعرف ستين دا هيا هنا السمن لما تستدعي افرت يا تجلد يا تنجلد يا تلعبه يا تتفرج عليه يضرب ما احدده بالضبط ما انا فاهمة الطبخة راح يحدد بعد ما اللي بتنزل هنا الكاتسينة السريحة حق ظهوره وهنا عندنا حواري اا ميدقاد ماشاء الله انا شايف فيه فيران وشايف هنا فيه يعني كشك صغير فيه هنا بيت متنقل وهذا ساكن فوقه اللي نازل تحت مدري اش بالضبط وضعه وهنا قراج يعني انا شايف فيه اهتمام ان شاء الله هنا لوغو حق المحل وهنا كلمتين يعني ممكن يكتب لك موعد ما ادري هنا معكوسة الكلمة ما شاء الله كيف كيف كذا لحسة مخ هاي بوشن 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 هتحسوا صغير اما الان اوف هتطلع كم درجة حضرتك ولسه هتدخل ولسه هتشوف والله هاي اه 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 طيب صباح الخير هاي بوشن اوكي خلينا نشوف الوضع دقنينا الان اه بالنسبة ليه سيفة يا اخي يا اخي ليه شخصية متعبة والله ورب الكعبة ما ادري اش اقول أتوقع أنه كلكم فهمين علي ما يحتاج يعني واحد أخصت أخي الله أي أن كان أوكي كلاود تفاصيل حلوة جيدة هذه صورة مأخوذة من بعد المشهد اللي شفناه في آخر تريلر بعد الأحداث اللي صارت في مدري سيكشن المدري كام سيكوت مدري أي أن كان بعد ما صارت الفضيحة والبرج وجايرين ورود وخطف وإرث والآخر طبعا في الرميك مشرط نفس الوضعية مشرط أنهم يخطفوها ممكن يصير حدث مختلف فبالتالي ما في أي حرق في الموضوع مهما توقعنا اللعبة ستكون كاملة في جزء بسيط من حدث في لعبة قديمة فأبدا لا تتوقع اللي لعبته أنت أو اللي انحرق عليك ممكن تشوفه لا طبعا الشركة ما ستكون غبية تنزل لعبة من عشرين السنة وبعدها تعيد نفس الأحداث بالتفاصيل المملة لا أكيد حتحط زيادة وحتغير في المشاهد وتخيل ما تتخيل ويعني نحن ما نعرف في التفاصيل ها بيرث والله ذا ما يمزح أبدا مرة خوية أنا ما يمزح هاي هاي إيرث طيب إيرث حتكلم عن موضوعها بشكل سريع هي أو تيفا كثيرين يختلفوا في ذا الموضوع إنه مين يحب كلاود كلاود يحب مين بالضبط إيرث برجها يعني إذا تكلمنا عن الأبراج برجها الدلو وكلاود برج الأسد واتيفا برجها الثور وبصراحة ولا واحد يتوافق مع الثاني يعني هذا الياباني اللي هو تتسوي نمورا لما سوى الشخصية وكذا أصر إنه يخلي إيرث شخصية يعني فان مريحة تحب الحوارات والحكي والآخر وبالنسبة ل يعني برج الثور اللي هي خويتنا تيفا إنها مستحيل تتوافق مع كلاود كبرج أسد وكذا علشان كذا إنه كرايسيس كور واللعبة وإذا behavior وآتفا وغيره إنه مستحيل يكون في بينهم يعني شي هم كذا يبغوا فااااااااااااااااااااااااااااااااااا hayat لشي نجück هح ناشي نفعل يعني إذا أحبوا بعض هح تصير for m Kita ألا بليعلك مش يكني تكلم عنك يا برج والثور طيلا وأحب بس بصراحة بنسبة التيفا ما فيه توافق بينهم كلهم ولا أحد هو ممكن يعني كلاود وإريث يضبط بس كلاود وتيفا ما يضبط مين يمتأمل يعني مين متحمس أصلا أنه ممكن يتوافقوا عموما أنا ما ألو من بالأبراج أنها تسلي كونها لعبة وكانهم خططوا لده الشيء أنه مثلا إريث تاريخ منها سبعة فبراير وكلاود في أوغست وتيفا في والله ناسي أي أن كان فأما كذا يبغوا اللعبة وأنا عن نفسي رح أنهي الفيديو وننتظر على اللعبة باقي لها خمسة شهور وفي نسخ كثيرة صراحة بعد حتى اللوغو حق اللعبة اللي هو هذا جزي ما احنا شايفين تذكير للماضي أنه أوه نعني نفس الكوفر ما غيروا حاجة ويذكروا الناس بس هوا ما خايفين ممكن أنه يحسوا أنه فيه اختلاف عكس ريزين تيف التوريميك كان فيه اختلاف الكوفر ما كان نفسه اللي هو الصورة اليد اللي كده جاية فهتكون فيه أكثر من نسخة ممكن فيه سبيشل ايديشن دي وان ايديشن مدري مين ايديشن كومبليت ايديشن رح يكون زي فان فان سيكس في ما توقع أنه الشركة لسه تعلمت من هذا الغلطة بس والله يدعو لهم ذول اليابانين يعني يبدعوا في هذا الموضوع أنهم يتعلموا من أغلاطهم وإحنا كوننا يعني ك جيمر أكيد حنيتمنى أفضل تجربة ولعب واستمتاع وقصة ودخل في المود يعني وإلى آخر ولا تنسوا اللايك والسبسكرايب ودعم القناة كان معكم حسام في أمان الله اشتركوا في القناة